وكانوا بيقولوا له عايز ضرب الجزاء ولا طارد يعني من الاخر كانوا الحكام بيجوا مصر متزبطين يعني والحقيقة انا كنت ناوي ان انا عدي الموضوع يعني ايه لان حسيت الناس كتيرة جدا يعني داسوا على كابتن فاروق او قصوا عليه بشكل كبير وكنت بقول اوكي ماشي يعني خلاص بقى الناس كلها يعني قصت على الموضوع لا قصت عليه بشكل كبير فلازم ان احنا نعدي الموضوع لكن بعد ما جالي ازاي الصحف المغربية والاعلام المغربي تناول هذا الموضوع وتناول تصريحات الكابتن فاروق جعفر وازاي ان هم بيحاولوا يستغلوها للضغط على الاتحاد الافريقي قبل المباريات المهمة في بتوط افريقي ابطال الدوري للاهل والزمالك فقلت لا لازم لازم نرجع ولازم نوضح عشان زي ما الصحف المغربية خادت تصريحات كابتن فاروق تاخد تصريحاتي واقول لكم انا الحقيقة الاول هقول لكم ايه ايه اللي كتبه ايه اللي الصحف المغربية قالته بعد تصريحات كابتن فاروق صحيفة المنتخب قالت ان مصري بيعترف بمجاملة الحكام اللي انديها المصرية في المسابقات الافريقية موقع البطولة اعتراف اه مصري اه معانا هو الحكام كانوا يعرضون عننا احتساب رجالي الجزاء اللي صالحنا او طرد لعب منافس الناس دي دلوقتي يا جماعة بتحاول ان هي تحط ضغط على الاتحاد الافريقي ان ايه ان تحصل مجاملات اه او ان تحصل مجاملات للاندال المغربية او العكس او خلوا بالكم دي نوع من انواع الضغوط يبقى التصريحات اللي قالها كابتن فاروق ما ينفعش اتعدي زي ما انا كنت اول واحد عايز اعديها ليه لان تم استخدامها ضد الاندال المصرية وبرضو انا بقول يعني فين الواحد دايما بيفكر قبل ما يتكلم كلنا بنغلط مش مشكلة ولكن عندك اهو دي في راديو مارس اه نجم الزمالك الحكام كانوا يخيرون انا بين الحصول على راكل الجزاء او طرد لا مصيبة فضيحة يعني الكلام اللي قاله كابتن فاروق فضيحة فحق كل الرياضيين المصريين وكلنا عارفين ان الرياضيين المصريين كلهم ولعبة الكرة وفرقة الكرة المصريين كلهم على مر التاريخ بيكسبوا بعرقهم ومجهودهم وكفاحهم ومؤذر الجماهيرهم وعمر ما فيه فرقة مصرية كسبت اه علشان خطر الحكام كانوا بيجملوها ما حصلش وكتير جدا الفرقة المصرية اه تم حرمانها من بطولات كبيرة جدا اه بسبب اخطاء الحكام الافريقية يبا النهاردة احنا طالعين هنا بنقول اه لاي حد بيحاول يستغل تصريحات الكابتن فاروق جعفر ضد انديتنا وضد منتخباتنا الكلام ده عمره ما حصل الكلام ده عمره ما حصل ولكن الحقيقة اللي لازم نقولها لكم ان الكابتن فاروق راجل طبعا نجب كبير كابتن نادي الزمالك كابتن منتخب مصر وكان لعيب كبير جدا وكان مدرب جايد جدا وراجل اه بنكن له كل الاحترام ومرة تانية بنكن له كل الاحترام عشان الناس ما تخدش نص اللي احنا قلناه ونص لا ولكن الكابتن فاروق دائما ما كان له تصريحات اه بعيدة تماما عن الحقيقة كابتن فاروق دايما ليه تصريحات اه لو لو رجعتها معاكو هتلاقوها ان هي ملاش اي علاقة بالحقيقة يعني الكلام في الحقيقة لا يزيد عن 20-25% واحترام الشديد له فنلاقي ان الكابتن فاروق قال في تصريحات قبل كده ان اهم ما يميز المنتخب لعيب المنتخب الوليمبي المصري اللي هم مواليد تحت 97 ان اعمارهم متقربة من بعض تاني كابتن فاروق قال قبل كده ان اهم اللي بيميز لعيب المنتخب اللي هم اصلا مواليد سن واحد اللي هم اعمارهم قريبا من بعض ده رسالتي للناس اللي اللي بتحاول تشتغل علينا كابتن فاروق لسه في تصريح ام بيقول ان يوان كرويف مش لعيب كرة مش لعيب كرة لا ده راجل جراي يعني كابتن فاروق دايما يعني تصريحاته ليها في بعض الوقات هدف ان هي لإصارة الجدى ما تاخدهاش كلها على محمل الجد انا بقول لكم بقول للصحافة المغربية ما تاخدهاش على محمل الجد بشكل كبير كابتن فاروق بيقول ان بارح ان يوان كرويف كان لعيب جراي ما كانش لعيب كرة وان فان باستن كان لعيب جراي مش لعيب كرة بيقول كده ليه ما بيقولش كده عشان هو مؤمن بكده بيقول كده عشان يعمل اتنشن عليه او يعمل جذب انتباه عليه فرسالتي للصحافة المغربية والصحافة والمسؤولين اللي موجودين في المغرب اللي بيحاولوا يستغلوا تصريحاتك بتنفاروق ضدنا انا بقول لك بتنفاروق ما تاخدوش تصريحاته على محمل الجد هو راجل دايما هو بيتكلم بيهزر فارجوكو لازم تعرفوا وتأكدوا ان الاندية المصرية ومنتخبات المصرية عمرها ما كسب بطولة الا بعرق ولادها وعمرها ما كسب بطولة الا بكفاح ولادها وعمرها ما كسب بطولة الا بدعم جماهرها غير كده مفيش كلنا عارفين ان فيه اخطاء من الحكام الافارقة زي ما فيه اخطاء من كل حكام العالم لكن ما تستخدموش تصريحات الكابتن فاروق ضدنا علشان تحط ضغوط على الحكام اللي جاية تحكم المتشاط اللي جاية ده مش هيحصل ومش هنسمح اللي هو انه هو يحصل كانت انفاروق برضو عشان بقول برضو للناس اللي بتحاول تعمل الضغوط في قهد القنوات الشهيرة جدا قال ان برشلونا محتاجين قصة في نص الملعب قال ان هو محتاجين قصة في نص الملعب دايما تصريحاته في اهزار ما تخديوش تصريحاته على محمل الجد ومش بقول كده بعيب في كفتن فاروق لكن انا بكلمكو في طبيعة شخصيته حتى لما تعودوا معاها ودايما الرجل بيهزر دمه خفيف جدا رجل بيتكلم بيهزر ما نفعش ان انت تاخدوا تصريحاته ان انتوا تاني تحاولوا ان انتوا تضغطوا على الاتحاد الافريقي ان احنا يجي لنا حكام يشتغلوا علينا بشكل معين لان الكلام ده مش هيحصل فانا تاني بقول لكم ان انا ما كنتش عايز اه 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 والرجل على فكرة كانت فاروق برضو في احدى التصريحات قبل كده قال لو على فكرة التصريحات يعني موسقة ان جميع الدربات الجزاء اللي حصلت عليها من سنة 84 كان كلها غير صحيح لو بصيتوا بقى في الفيديوهات يعني انا اتفرقت على الفيديوهات بتاع الدربات الجزاء اللي هو اخدها سواء معنات الزمانك او منتخم مصر فيها دربات الجزاء صحيحة جدا مضروب مضروب يعني فتاني رسالتي للإعلام المغربي اللي مفيش طبعا ضد يعني بكن كل الاحترام للإعلام المغربي اوعوا تاخدوا تصريحات كابتن فاروق ان انتوا تحطوا بيها ضغوط وتتخيلوا ان انتوا ممكن تحطوا بيها ضغوط على المسؤولين في الاتحاد الأفريقي علشان يجيبوا لنا حكام يشتغلوا علينا في الماتشاط اللي جاي بتاعت الشامبينز ليج ما تاخدوش تصريحاته على محمل الجد مهم جدا طبعا غير تصريحه الشهير لكابتن حسن شحاته الرجل الأسطورة في اللعب والتدريب وزميله السابق ان مرة مما كسبوا في مباراة محلية قالوا ان الدولي غير الدولي كلها تصريحات هو رجل بيحب الدحك وبيحب الهزار ما ينفعش ان احنا نستغل التصريحات دي ضد مصر تاني اولاد مصر وفرق مصر كسبوا كل ماتشاتهم وكسبوا كل بطولاتهم بعرق اولادهم وعرق اللعيبة ومسندة الجمهور والإدارة والإدارة اللي دايما كانت بتسند اللعيبة وقرارات صحيحة ووقت الإخفاق اللعيبة دي خسرت بسبب برضو سوء المستوى وبسبب انهم ما قدوش 100% وبسبب حاجات كتيرة ولكن عمر ما الموضوع يخرج عن كده ما تدخلوش مصر في جملة مفيدة أبدا فيما هتعلق بمجاملة الحكام والكلام ده لان الكلام ده غير صحيح وغير مقبول غير مقبول وأي حد يقبل الكلام ده يبقى هو متفق مع كابتن فاروق ومتواطق معاه ما فيش حد يقبل الكلام ده أبدا ما فيش حد يقبل الكلام ده أبدا على لعيبة مصر وعلى الفرق المصرية أبدا ما فيش حد يقبله آآ أقبله أبدا تاني ما تاخدوش نص كلامي وترمو نص كلامي في الشارع ما حدش النهاردة يطلع يقول ويروح يوصل الكلام يقول دميدو قال على فاروق جعفر كزا فاروق جعفر كزا فاروق جعفر كبتني في نادي الزمالك وراجل باحترم وبقدره وكل حاجة لكن في كلام ما يتسكتش عليه في كلام ما يتسكتش عليه النهاردة الكلام ده يسيق لنادي الزمالك ويسيق لمنتخب مصر ويسيق للفرق المصرية تاني انا كنت ناوي ان انا مفتحش الموضوع لان شفت خلاص ان الناس ايه ارصت على كبت فاروق جامد في 72 ساعة الاخرانية فقلت خلاص ما ينفعش لكن بعد ما شفت الطريقة اللي استغل بيها الاعلام المغربي الموضوع وان هم يبتدوا يشتغلوا علينا ازايك فكان لازم اوجه رسالة ليهم الفرق المصرية كسب البطولات بعرق ولادها وبمجهود ولادها مش باي حاجة حاجة تانية فده اللي كان